هي أكبر حزام للبن في العالم لكن مزارع البن هذه في ولاية ساوباولو البرازيرية أصبحت مهددة بخطر الجفاف الذي يضرب المنطقة وغاد المزارعون يكابدون من أجل الحد من خسائرهم الناجمة عن ذلك إذ أن درجات الحرارة المرتفعة وقلة هطول الأمطار تذيران بأن مزارعهم لن تؤتي أكلها وأن هذا الموسم سيكون الأسوأ في تاريخهم منذ عقود عمري خمسون عاما ولم أرى في حياتي مثل هذا من قبل لم يكن شهرا واحدا فقط نعاني من الجفاف بل إنه منذ شهر نوفمبر وديسمبر ويناير نحاول التعامل مع هذا الأمر لكننا الآن وصلنا إلى حد لا نعرف ماذا سنفعل لو كان الأمر في منطقة محددة سهلا ولكن المصيبة أنها حالة عامة خيوط أشعة الشمس ورغب أهميتها في عملية التمثيل الغذائي بالنسبة للنباتات فإنها أصبحت خطرا يهدد أحد أهم السلع الأساسية في المرازيل التي تنتج بمفردها ثلث المحصول السنوي من البن في العالم وهو أمر كان له تأثيره المباشر في ارتفاع أسعار البن العالمية بنسبة وصلت إلى 21% غير أن هذا الأمر سينعكس بدوره أيضا على بقية السلع الزراعية المنتجة في البلاد نحن لم نرى جفافا بمثل هذا الشكل من قبل بطبيعة الحال ليس هذا موسم للأمطار لكنها تهطل فيه بمعدلات معقولة ما بين 300 و 400 ملي متر لكنها اليوم لا تكاد تصل إلى 100 ملي متر وهناك مناطق المطر فيها أقل بكثير من ذلك هذا يعني أن جميع المحاصيل ستشهد انخفاضا حادا انخفاض انتاج البن وارتفاع سعره عالميا سينعكسان بطبيعة الحال على دول المنطقة العربية التي تعد إحدى أكثر البلدان استهلاكا للقهوة وتذوقا لها ترجمة نانسي قنقر